وفيات الحجاج المصريين هي الأعلى من بين وفيات الحج لهذا العام تعال نشوف الأرقام آخر إحصاء بيقول أن إجمالي وفيات الحجاج من كل دول العالم 1126 حاج بينهم حوالي 700 حالة وفاة لحجاج مصريين من ضمنهم 28 حاج نظامي يعني مش بس الغير نظاميين اللي ماتوا لا ده احنا عندنا 28 حاج غير نظامي فلو المسؤول السعودي اللي قال لفرنس بريس إن المشكلة في الناس اللي مقدروش التهلكة طب وال28 اللي كانوا حاجزين نظامي إيه وضعهم دي نقطة مهمة محتاجين إن احنا نفهمها في خبر تاني الحقيقة نشر بالأمس أيضا وفهم منه أنه رد سعودي أو أول رد فعل سعودي على فكرة إن المصريين هم السبب أو المصريين هم اللي كانوا جايين بشكل غير نظامي السعودية توقف تأشيرات العمرة غير المباشرة للمصريين بسبب أحداث الحج الخبر من العرب الجديد أعلنت غرفة شركات ووكلات السفر والسياحة في مصر إن السلطات السعودية قررت وقف إصدار تأشيرات العمرة غير المباشرة للمصريين وبيتكلموا عن هذا القرار بتفصيلاته الكاتب الصحفي الأستاذ جمال سلطان إن بارح علق على هذا الأمر على حسابه الرسمي على تويتر وقال عندما يموت أكثر من ستمائة مواطن مصري في الحج خلال 24 ساعة في الطريق إلى عرفات فإننا نكون أمام كارثة إنسانية كبيرة وجريمة تنظيمية مفزعة وليست حادث موتوسيكل أصيب فيه اثنان وأي كلام يطرح هنا عن حج نظامي أو غير نظامي سيكون قلة أخلاق وقلة دين وقلة إنسانية مخالفة إجراء تنظيمي لا يستدعي قتل المخالف عمدا أو إهمالا في الشهر الحرام والبلد الحرام حتى لو كان في ملعب لكرة القدم وبيتحدث عن موضوع التحقيق والجهات المفروض تحقق وأن السلطات السعودية ينبغي عليها تعويض دوي هؤلاء الضحايا بما يكافئ الدية الشرعية